هم بيقسوها على أساس إيه أستاذ علي؟ يعني لما ييجي زي مورجن ستانلي، زي فنش، زي المؤسسات العالمية دي بتقيس قوة الاقتصاد على أساس إيه بالظلط؟ في معايير ولا إيه؟ أنا معاليش أنا طلعت هنا من المشاهدة، ده مهمة أوي تلت معايير، ومن حق الشادة المشاهدين، السادة المشاهدين هم يعرفوا التلت معايير دول لأن التلت معايير دول بيقاس عليهم قوة الدولة أول شيء، القوة العسكرية للدولة القوة السياسية للدولة في المنطقة القوة الشعبية والاقتصادية في المنطقة بمعنى، القوة العسكرية لمصر جيش رقم 11 على مستوى العالم أنت دولة لا يستهن بها ده من حيث أعداد، أو من حيث أجهزة؟ قوة الجيش وأجهزة الجيش ومعدات الجيش وأنك تبقى جاهز النهاردة أنك تجيبوا لهوا في آخر العالم فأنت دولة لها سكر القوة السياسية والشعبية هل الشعب محافظ على دولته ومحافظ على حكومته وليس هناك انقسامات داخلية؟ وأننا جميعا نتفق على رئيس واحد وليس لدينا مجموعة أحزاب ديناتونية وليس لدينا تفرقة أو ليس لدينا يعني معتقدات دينية مختلفة كل دي أمور بتأثر في الأمانية للصدرية بادر تجارية واستثمارات داخل البلد ولكن بيشوف البلد شوف البلد ككل على بعض أنا هستثمر فيها ولا لا؟ شوف البلد